السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين ان شاء الله تكونوا بخير بعتزر على هذا المنظر لان انا روحت للحلاق بدل ما يزبطني زبطني خلانا بقيت اعمل شبكة المخبرين بالزبط لان انا بمخبرين ولا داعي في الكلام ده السؤال الساد الفضل بقولك احنا ليه بنردم الشبكة قبل ما نختبرها اول مفروض ان انت ما تردمهاش اساسا غير لما تختبرها عشان ده بيسهل عليك الموضوع بس هنا فيه ارتباطات وهنا فيه قصص كتيرة في الموضوع شاهدوا الماء بسنوب شاء الله عمنا ازاي؟ واجعلنا من الماء كل شيء حي يالله اكبر شاهدوا الماء نازل ازاي؟ وده ولسه مفيش خراطيم رجبة انتفهم؟ كل ده ايه؟ هنبدأ نغري زرجع كل ده احنا مشغالين ماء عشان نغسل بس الارض ونزبط الدنيا بص قد ما تيجي بتتفع الشبكة تتفع عليها حفر ورد يعني اللي بيجي يحفر الشبكة بيجي يردمها فهو بعد ما بيخلص حفر والشبكة بتنزل فضروري عشان يخلص ماوليته والحفار ما يروحش ويجي على حسابك وفيلم الهبطان ده كله فبالتالي لازمان يردم ده شيء منطقي وشيء طبيعي انت فيمتني فهنا يستحسن ان انت تبقى عامل ايه بقى نجم يبقى البير بتاعك جاهز وطاقتك جاهز وبتعفر الشبكة يعني انت لو تشتغل كل الشغل ده مع بعضيه تمام يبقى البير وحاجتك كلها جاهزة عشان تتوقع الله وتشتغل بص شكله ما عمل ازاي بسم الله ما شاء الله من نخسل الارض يعني لما نركب خراطنا دينها تبقى احسن وافضل بس انا ستفاتحين الماي با ايه انشغالها ارجع سنغرس دي اخر حوشا اه لا لسه في محبس كمان هناك اهو اتاعم وشو ما عملت ازاي الله ما أصال على النبي بص ما امغرقت من الناحيتيات الدنيا كلها خالص اي. بصوا ما جاء من فوق. يعني ده المحبس اللي فوق مفتوح. قطع السكة كمان. فان رأي انا يفلوا سوا. وادي نبني الكل. ماشي. فانت حضارك المفروض. المفروض. اصلا ان انت قبل ما تردم الشبكة بتاعتك تكون شغلتها. بس اللي بيحصل ايه? حد مسلا لسه بيحفر البير. فمي يعني مسلا ما جيت اشتغل هنا. فضل الله تعالى انا كنت بحفر بالبريمة. وبساوف الارض وبصلح في الارض وبحفر الشبكة بتاعتي والشبكة بتاعتي ريكبت. كل ده خلص في 28 يوم بفضل الله تعالى. في المتين فدان. شبكة ريكبت وبيري طلع وجربت المية. وزبطت دنيتي كلها. تعم? وكان الشبكة ريكبت. بس كان الطاقة ما جاتش. فبالتالي مش هقدر اسيبها مفتوحة. فاهم حاجة? مش هقدر اسيبها مفتوحة. فعشان كده ردمت. فهو الاصل حضرتك ان انت تعمل ايه? ان انت المفروض بتجرب الشبكة بتاعتك. حلو? والمية طالع. علشان اللي قدر الله فيها يكسوه في اي حاجة تبقى معروفة اول بقول. تعالوا اريكم انزل المية تاني. بصة باشا ده في اخر محبس في الارض والله. اصلا ما اعمل ازاي? اصلا انها بغرأت الدين يا اصلا. طبعا انا عايز انزل اقفلها. وزو كده. لا اعمل 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 اعرف. خليها شغالة خلاص. هي هتقطع بطريق اصلا بس مش مشكلة. ايه شغالة. وبنغسل الارض وبنزبط الدنيا بتاعتنا عشان الارض ان شاء الله بازن الله المفترض والمخطط ان الجزء ده كله الميت فدان دي. كلها. هتنزرها نخل. وخضار. ماشي. فكده المفروض اجابة السؤال ده بقت عند حضرتك اللي هو ريس انت مفروض تجرب شبكتك قبل ما تردم بس ده بيبقى على حسب التخطيط بتاعك وعلى حسب قدرتك المادية وامكانياتك ان انت تشغل كل وما ايه في نفس الوقت وعلى حسب طبعا اللي شغالي ناس كتيرة كلها الله اكبر افضل وزيل فل بس مش كل الناس بحمود حمدي انت فاهمين تقدر تغبط كل ده في خطة واحدة لأيه علشان الحمد لله فضل الله معانا رجالة بتاعتنا ومعانا التيم بتاعنا واهم شيء واهم نقطة طول مفلوسك حضرة هنخلي الصحرة دي كلتها خضرة فما تنساش تعمل لايك للفيديو تشترك في القناة وكل يوم هنجاوب على الاسئلة اللي حضراتكم بتكتبوها في فيديوهات عشان نسهل الرد على حضراتكم حدريكم محمود حمدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته